بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد علي أسستاني يحلل التداوي بأكل التربة الحسينية في الحقيقة يعني هذه مسألة مهمة وخطيرة وتمس حياة الناس وتعتمد على تراث أخباري لم ينقح حتى الآن باعتبارها من المستحبات وهناك قاعدة لدى الفقهاء الشيعة تقول التسامح بأدلة السنن يعني ما يحتاج نبحث في سند هذه الأحاديث ولا في هذه الأحكام مدامها لا تحلل أو لا تحرم وللعلم أن الحركة الشيعية أو المذهب الشيعي طبعا هو منقسم إلى عشرات المذهب عبر التاريخ وأيضا منقسم حسب التسلسل الزمني إلى تشيع سياسي كان يؤمن بالعدل والثورة على الظالمين تعبر عن آمال جماهير مسحوقة كانت تبحث عن العدل والقصط وترفض الحكومات الظالمة هذا أطلق عليه التشيع السياسي وهناك تشيع آخر ولد في القرن الثاني الهجري يمكن نطق عليه التشيع الديني الذي يعتقد أن العامة لهم مكانة دينية من الله تعالى وهناك أيضا في ضمن هذا التراث تشيع خرافي أسطوري أخباري وهذا التشيع الأسطوري في مصائب كثيرة في الحقيقة ومن هذه المصائب هي إجازة أو تحليل أكل تربة الحسين للتشافي للتداوي والشفاء وأكل الطين كما تعرفون هو شيء محرم في الشريعة الإسلامية لأنه من الخبائث وقد قال الله تعالى في آيات عديدة يا أي الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أو اليوم أحل لكم الطيبات يعني الخبائث محرمة أو آية أخرى في سورة العراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الطين من الطيبات أم من الخبائث أموم الطين الآن نتحدث عن أموم الطين واحد يجي يأكل طين مثلا هذا في شيء اعتيادي له شيء مرض مرض نفسي أحيانا ومرض يعني ما يصير عليه إذا رجعنا الأطباء وسألناهم ما رأيكم بأكل الطين سوف يقولون أن أكل الطين يسبب العديد من الالتهابات والديدان الضارة يسبب تقرحات في الجهاز الهضمي اضطرابات في المعدة الإسهال المستمر يقف حائلا أمام قدرة الجسد على امتصاص المواد الغذائية المفيدة يمثل خطرا كبيرا على مستوى النمو الجسدي السليم عند الأطفال خطر على نمو الفرد وحياته وقد ينتج التسمم في بعض الحالات فهذا شوفوا يعني الطين عموما شيء محرم وخبيث مثل الخمر مثلا ما حرمه مثلا الكثير مننا لمسكة حتى القليل أيضا يصبح حرام فالتراب أكل التراب فشيء يعني مو طبيعي ومخالف لأحكام الله تعالى ومخالف للقرآن الكريم الآن ماذا نفعل مع هذا التراث الدخيل في مذهب أهل البيت والمنسوب للإمام الباكر والصادق عبر الغلات شوفوا الرواة أنتم تعرفوهم رواة غلات كانوا يحاولون تعظيم قبر الإمام الحسين وبدل ما مثلا يشجع الناس على الاقتداء بالحسين والسير على هداه وعلى طريقه في مكافحة الظالمين ونصرة المظلومين فإذا هم يبتعدون عن هذه القيم الحسينية الراقية ويلجأون إلى تقاليد بكاء لطم تطبير أكل طين تطيين النفس واحدين في وجهة وتقول ما أنزل الله بها من السلطان هذا معناته انحراف عن حقيقة كربلاء وعن الاقتداء بالإمام الحسين ولكن هذا موجود في التراث مو فقط السيد السستان يحلل تقريبا كل علماء الشيعة الآن يحللون والآن في الساحة الشيئية توجد الأصناف الثلاثة من التشييع التشييع السياسي هناك من يقاوم هناك من يجاهد الظالمين هناك من يبحث عن العدل والحق ونصرة المظلومين هذا يعني فريق من الشيعة المعاصرين الآن في كل مكان تجدوهم وفريق فقط يكتفي بالقضايا الغيبية ويسميها الدينية حب أهل البيت البكاء عليهم الاحتفال بمواليدهم وفياتهم الحزاء اللطوم كذا هذه التقوس المعروفة وأيضا في بعض الممارسات الأسطورية والخرافية بالحقيقة مثل هالموضوع أكل ثربة الحسين طبعا يعني إحنا عندنا القرآن الكريم هو الذي يعني مصدر التشريع وكل ما يخالف القرآن هو الممصادق يقول حديث متواتر وصحيح ومثبت أنه كل شيء يخالف القرآن أضربوا به عرض الجدار أحد يشكك من الشيعة بهذا الحديث لا أحد يشكك بهذا الحديث كل ما خالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار يجيك واحد يقول لك لا الإمام الصادق أو الإمام الباكر أو الإمام آخر مثلا قال لا يجوز تأكل طين استثناء طين تربة الحسين فبغض النظر عن وين يجد هاي التربة ووين الحسين مدفوم بالضبط وكيف نعرف مثلا ولا هاي التربة المعروفة الشيء الناس يعكلوها ويشافون بيها يرون حديث أنه الإمام الصادق قال طين وقبر الحسين شفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر أكبر دواء هذا لازم نعلبه ونبيعه على الصيدليات وأيضا حديث آخر عن الإمام الصادق أيضا يروى من أكل من طين قبر الحسين غير مستشفى به مو للشفاء بس شيء عن البركة يا أخو في ناس كانوا يبدو ذي كل الأيام يفعلون هذا الشيء فكأنما أكل من لحوم من علانه حرام فإذا احتاج أحدكم إلى الأكل منه ليستشفي به فليقل بسم الله ويا الله اللهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة ورب النور الذي أنزل فيه ورب الجسد الذي سكن فيه ورب الملائكة الموكلين به اجعله لي شفاء من داء كذا وكذا واجرع من الماء جرعة وقل اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاءا من كل داء وسكم فإن الله يدفع عنك كل ما تجد من السكم والهم والغم إن شاء الله تعالى الآن نحن أمام هكذا حديث تبيح أكل تربة الحسين أو الطين تربة الحسين فنجي إلى السؤال اللي موجه إلى السيد علي أسستاني ومنشور في مواقعه ومنشور في صفحة الكفيل دوت نت اللي تابع على العتبة الحسينية أو العباسية يعني بالأحرام قسم الشؤون الدينية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال موجه للسيد علي أسستاني شخص اعتاد الأكل من التربة الحسينية المقدسة اعتاد الأكل من التربة الحسينية مع علمية بحرم ذلك شوفوا هذا سائل يبدو أعلى من المسؤول لأنه يعرف هذا شيء حرام ليس واحد يأكل يوميا ويقرط بالترب فما حكمه وهل من سبيل لمعالجته شوفوا الجواب شنو الآن يجوز أكل التربة الحسينية للتداوي بمقدار لا يزيد على الحمصة المتوسطة الحجم والأحوط وجوبا الاقتصار على تربة القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به أرفا يعني سموه منصر القبر بحد ما يقدر يطع للقبر يعني حوالي 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 أما هاي تربة المعروفة اللي والدي وجدي وأعمامي كذا كانوا يبيعوها ويتعجرون فيها في كربلة هذا يجيبوه من النهر من الطين من بعيد النهر عندما يستر في طمي يعني ويكروه شلون الطين وأكو ناس مختصين يصنعون عنده هذه القوالب على التربة الحسينية وأيضا فيه ترب منتج من إيران انتاج إيران ما يعلاقه بكربلة هذا جواب السيدة على السلسطانة طبعا في كربلة لا بد أن نشير إلى حدوث نحضة إيجابية ألمية هناك جامعات حديثة في كربلة تابعة للأثبة الأباسية أو الحسينية جامعات ألمية وجامعات طبية ومستشفيات وفيها أطباء من الخارج يجيبوهم من أوروبا من الهند من كذا يجيون يعالجون الناس وهذه المستشفيات قامة على العلم الحديث ما أعتقد أنه يعطوهم كابسولات تربة حسينية المفروض يعني أنه نواكب هذه النهضة العلمية ولا نهبط درجة أخرى إلى الوراء ونحث الناس أو نشجعهم على أكل التربة طيب لماذا إذن السيد علي السستاني والمراجع الآخرين يبيحون أكل تربة الإمام الحسين وهذا يتناقض مع القرآن الكريم أولا يجب عليهم العودة للقرآن وشيء المحرم بالقرآن إذا ثبت أن هذا الطين مضر وخبيث ويسبب الخبائد سواء كان من تربة الحسين أو من تربة النبي من تربة النبي أفضل من تربة الحسين هل يجوز الأكل حسب هالروايات وحسب هالفتاوة وهالفقهاء هل يجوز الأكل من تربة النبي من تربة الإمام علي مثلا من تربة بقية العمة شون الفرق بينهم لماذا فقط تربة الحسين وإحنا وإحنا شلون يجوزنا هذه مسألة أصولية هل يجوزنا أن نخصص القرآن نخصص أموم القرآن خبائث خبائث محرمة هل يجوز لأحد أن يخصص هذا الأموم بحديث ضعيف حتى له كان متواتر هذا الحديث مصادر عن النبي حتى يخصص القرآن وحتى النبي ربما ما يستطيع أن يخصص القرآن إذا في شيء عام هذا في جدل في كلام على الحال ولكن يجي واحد مثلا الإمام الصادق أو الإمام الباكر هل يستطيع هو أن يخصص القرآن نرجع إلى مسألة حجية الإمام الباكر والصادق هل هو النبي مثلا حتى يستطيع أن يخصص القرآن هل هو معين من قبل الله تعالى أن أنت كلامك مثل كلام الله يستطيع أن يخصص القرآن أو ينسخ القرآن هذا النوع من نسخ التخصيص يعني نسخ محدود النسخ بالحديث النبوية ما يجوز فكيف نسخ بحديث الإمام الصادق أو الباكر الإمام الصادق والباكر كما نعرف ويعرف كل الشيعة الأصيلين أنهم لا يحرمون حلالا ولا يحللون حراما هنا عدنا مثل أمامنا أنه حديث يحلل الحرام يستثني تربة الحسين بدون أي دليل شرعي ويعني الإمام لا يحق له أن يقوم بذلك وهو يقول الإمام الصادق كل شيء يتعارض مع القرآن أضربوا به عرض الجدار أعرضوا أحاديثنا على القرآن وذول الغلاة اللي يراوين هالأحاديث ما يجوز إحنا نأخذ من أدهم ونصدق كلامهم وإحنا ما شايفين الباكر والصادق لا نستطيع أن نقسم بالله تعالى أنه هذه الأحاديث فعلا وارد بيناتنا 1300 سنة مثلا وكلام مشكوك فيه كلام عجيب غريب حتى لو كان مثلا مشهور عن الشيعة في الأجيال الماضية ومكتوب في الأدعية والزيارات وكتب الأحاديث هذا ما يسوي حجة شرعية ما يحلل الحرام ما يطيب الخبيث الدواء يعني لا يجبون أنه سمعت إلى عدة محاضرات من مشايخ وخطباء وبعض الأماء مثلا أنه فلان شرع أخذ الدواء وكان يموت عيسين من عنده وبعا شوية يموت هذا أعطوه شوية ترابح القفل مرة قفز قام شو المعاجزة غيبية أي دواء يستطيع أن يقيم لك المعاجزة هذه يعني في أحيانا بعض الأدوية في المستشفيات هي أدوية نفسية يعني ما فيها دواء يعطوها للمريض حتى مثلا نفسيا هو يصدق هذا الدواء ويرتاح وينام ولكن مثل زيارة القفور في كل الأديان والمذاهب أحيانا يزورون الأولياء أو مثلا القديسين ويدعوهم دعاء وهم مجرد الحضور هناك يخليهم يعطيهم حالة نفسية ومثلا يتعالجون أما حقيقة أنت تجي تفتي وتقول أنه هذه أكل الطين حلال يجوز أكل التربة الحسينية يعني هنا سيد علي السستاني وأي مرجع آخر قاعد يتكلم باسم الله يتكلم باسم الدين باسم الإسلام باسم التشيئ دعوتي حكم شرعي هذا يجوز ولا ما يجوز يحلل ويحرم كيف على أي مستند على أخبار أحاد ضعيفة أو مفبركة وهو لم يدرسها عموما روحوا شو أسألوهم إذا مصر تكون كلامي روح أسألوا السستاني أسألوا أي واحد آخر قولوا أنت درسة سند هذه الأحاديث اللي أفتيت على ضوئها بجواز أكل تربة الحسينية سيقولون لكم لا لأنه عموما ما يجتهدون ما يجتهدون في الأحاديث لأن أخبار أحد مستحبات هذه يقول لك التساهل في أدلة السنن أولا وشي ثاني أنه قول الإمام الصادق حجة شرعية من الله هل يجتهدت بذلك أو في ذلك هل بحثت كيف أصبح الإمام الصادق عندك حجة من الله تقول لي حديثي الاثنى عشرية ولك حديثنا عشرية موضوع في القرن الرابع الهجري هذا مو صحيح الحديث زي نروح ابحث تاريخ الإمام الصادق تاريخ الإمام الباكر شوف كيف أصبح هذا إمام شرعي من الله مثلا حتى تأخذ كلامه كأنه قرآن كأنه حجة من الله وتخصص بالقرآن أو تنسخ في القرآن بقدر محدد من القرآن تنسخ الحكم الشرعي وفي شيء محرم تحلله على أي أساس ابحث أنا متأكد جدا صدقوني وروحوا أسألوا إذا ما صدقون أسألوا أي واحد أسألهم هل أهل بحثتم في حجية الإمام الباكري والصادق حتى من تأخذون الروايات من عندهم حتى المخالفة للقرآن والمخالفة للألم والمخالفة للعقل مثل أكل التربة هذا مخالف الألم الألم الصحة طيب يقولون لك هذا شيء مضر للإنسان وخاصة في ناس يعتادون كل يوم يأخذون اعتاد يسأل السؤال شخصا اعتاد أكل التربة الحسينية هذا دائما وما دي يقول للشفاء للتشاف للتداوي أو كذا هو قاعد يأكل يقول ليه يجوز أكل التربة للتداوي طيب وغير التداوي يجوز لما يجوز ساكت عنه وحتى للتداوي هو شو يعني شو هالطب هذا مون تعدكم مستشفيات ومون تعدكم جامعات علمية حديثة فلماذا ترجعون للوراء وتنشرون هذه في صفحة الكفيل تابعة العتبة الحسينية وصفحة السستاني وصفحات أخرى الكوثر وغيرها وغيرها نشرين كلهم يتفاخرون بالتربة الحسينية شفاء من كل داع وأمان من كل خل شفاء من كل داع يعني يعني من يحتاج لا سيدلية ولا مستشفيات ولا علاج ولا شي ولا معمل أدوية دي سوهم في كربلا العتبة الحسينية كانت تعمل معمل أدوية ليش يسووا معمل أدوية بعد سووا التراب جيبوه وسووا كابسولات وبيعو للناس أو سووا شراب بيعو عصير الطين الحسيني أو الكربلائي كما قال أحد الأخوان مرة واحد من كربلا الأخ سميح يعني يقول عصير الطين الكربلائي هذا شفاء من كل داع ما يصير الشكل نحن نخلي العالم يهزأوا بنا ونصير مسخرة وثم يهزأوا بالدين كله الشباب المثقف الواعي عندما يسمع على أحاديث ويسمع على الفتاوى ويسمع على كذا يصير يعني يكفر بأله بعدين ويصخر من الدين ومن التشيئ فتعطون صورة سلبية عن الإسلام وعن التشيئ أخذوا قيم الحسين أخذوا روح الحسين روح مكافحة الظلم أنصر المظلومين الآن في العالم حواليكم شعوب مظلوم ومقهورة بطهدة محتلة مستعمرة ونفس العراق محتل ومستعمر ومهيمن عليها الأمريكان وأنتو جالسين صدرنا هالفتاوى التي ما أنزلها بها مسلطان فالمشكلة هنا مشكلتين مشكلة في المنهج الأخباري اللي علمونا تقريبا الآن حوزت نجف وغيرها كلها ماشيين على المنهج الأخباري يقولون نحن أصليين ونجتهد ولكنهم لا يجتهدون حقيقة يتبعون منهج الأخبار ويأخذون الأخبار بدون تحقيق بدون بحث بدون كذا ويمشون في الفروع وفي الأصول وفي العقائد وفي موضوع حجية قول الإمام الباكر والصادق ولكن هذا مسلمات ثابتة عملا يحتاج أن نبحثها ليش وأنت تدع نفسك مشتهد ومشتهد يجب أن يبحث من الجذور ويبحث من الأسس أن أول ما يجي يأخذ الأحاديث قال الصادق قال الباكر ما هي حجية قول الباكر والصادق رغم عظمتهما هسا السيستاني يفترض عالم مرجع كبير أو فلان عالم أو فلان عالم هذا لا يعني أن قوله يصير حجة شرعية ولازم نأخذ كلامه مثل كلام النبي أو نخصص بالقرآن أو مثلا ننسخ بآية قرآنية أو نحل الحرام أو نحرم حلال ما يجوز إلى أي مكانه المعنى بصادق فقيه عظيم كان راوي من رواة أحاديث النبي مو أكثر من هذا فهو لا يستطيع أن يحلل أو يحرم وهو يقول ذلك وهذا التحليل تحليل أكل تربة الحسين للتداوي هذا شيء خرافي أولا والشيء الثاني خلاف القرآن وخلاف الإسلام وخلاف التشيئ إذا كنتوا تحبون أهل البيت اتبعوا منهجهم اتبعوا سياستهم اتخذوا مواقفهم هكذا تحقون منهجهم أهل البيت مو بها الخرافات والأساطير التي تبعد الناس عن الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر